كرم وزير العطاف وشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلائلي حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم الطالبة سندوس الصداوي حيث أكد الخلائلي اهتمام القيادة الهاشمية بحفظة كتاب الله وحرص الوزارة على دعم ورعاية دور حفظ وتعليم القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة بداية أهدي هذا الفوز لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولولي عهده الأمين ولأردنين الحبيب ثانيا الشكر موصول لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ممثلة بوزيرنا الدكتور محمد الخلائلي المكرم وعطوفة الأمين العام الدكتور عبد الله عقيل ومدير التعليم الشرعي الدكتور حاتم سحيمات الذين سخروا جميعا كل وسائل الدعم لحفظة القرآن وأهله ولولاهم لم يتم ترشيحي لأمثل دولتي في هذه المسابقة شكرا عمو الله يجزيك الخير سندس وبارك الله فيك وأنت خير مثال أنك مثلت أردن أولا بشكل عام ومثلت وزارة الأوقاف وأنت من مراكز الوزارة إن شاء الله تعالى وستبقي بإذن الله عز وجل رافع راية القرآن ورافع راية هذا البلد اللي إحنا كلنا جنود لهذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله نتمنى أن كل مراكزنا بإذن الله عز وجل نخرج منها دائما متفوقين وتمنى تكون أيضا معلمة في مراكز وزارة القرآن ومزارة الأوقاف إن شاء الله تعالى وإحنا جميعا في خدمة كتاب الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويتقبل منه ويتقبل من الراعي الرئيسي لدور القرآن الكريم في هذا البلد سيدنا أبو حسين الله يطول عمره يحفظه إن شاء الله تعالى يحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ هذا البلد بإذن الله عز وجل ببركة القرآن الكريم